اهلا بكم في قرات مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وبالغ في الخطورة الموضوع ده حصل في دولة عربية وتوقع ليلة عبداللطيف كان في بداية السنة بيتحقق اليوم قبل نهاية 2021 طبعا كلنا عارفين ليلة عبداللطيف طلعت في اكتر من لقاء وطلعت في اكتر من فيديو على قناتها الرسمية ولكن الفيديو ده او التوقع لنتكلم عنه النهاردة تحديدا كان مصدره توقعات ليلة رأس السنة العام 2021 على قناة الجديد مع الاعلامي اللبناني نشاك وكان اول توقع لدولة الكويت كانت ايلا كده الامن الكويتي سيحقق انجاز كبير على الارض خلال هذا العام ومن خلاله يحمي الكويت من عمل ارهابي كبير مرة تانية الامن الكويتي سيحقق انجاز كبير على الارض خلال هذا العام ومن خلاله يحمي الكويت من عمل ارهابي كبير وده اتحقق بالفعل من حوالي يومين سمعنا عن القبض على خلية اسمها خلية الكويت وتعزيزات اوروبا العالم يتصدى لارهاب حزب الله وده كان العلوان اللي نازل على سكاي نيوز بالعربية طبعا في ناس ممكن تزعل مننا انتو ازاي تقولوا على كده على حزب الله ده هم المقاومة في لبنان وحزب لي شرعيته داخل لبنان ولكن الحقيقة احنا بنتكلم عن خبر موجود على مواقع اقبارية وكارات انباء هم اللي قيلين كده ومثمين كده ومفرقين ما بين الحزب السياسي للبنان او الحزب السياسي للحركة حزب الله والحزب العسكري يعني قيلين ان الناحية العسكرية هم الارهاب ولكن السياسيين منهم مش ارهابيين الكلام ده هنعرفه اكتر من خلال الفيديو الخبر زمانتو شايفين بيقول بتزامن مع الاعلان عن ضبط خلية ارهابية تتبع حزب الله اللبناني في الكويت وفقا لصحافي طي القبص والرأي صحيفتي القبص والرأي حذرت عدة دول اوروبية من الخطر الذي يمثل التنظيم بعد رصد عمليات ارهابية محتملة ما دفعها الى تجديد مطالب تصنيفه ارهابي بجناحيه السياسي والعسكري لدى الاتحاد الاوروبي وامرت النيابة العامة في الكويت يوم الخميس بحبس 18 متهم في قضية تمويل حزب الله اللبناني وقالت في بيان انهم متهمون في ثلاث تهم امن دولة وهي الاندمام الى حزب محزور غسيل الاموال والتخابر وفي السياق اوردت دراسة حديثة صادرة عن المراكز الاوروبية لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات تزايد مخاوف دول اوروبا مؤخرا من تهديدات حزب الله من الداخل وفي اعقاب تورطه في الانشطة المجبوهة وانشطة التمويل الغير المشروع وغسيل الاموال ذات الصلة في اوروبا على وجه الخصوص ووفق التقديرات بيشكل حزب الله تهديد خطير لاوروبا بالتزامن مع تزايد مطالبات بعض دول اوروبا الى جانب الولايات المتحدة بحظر الحزب بالكامل اي بجناحيه السياسي والعسكري حيث ترى دول كنمسا وهولندا ان التمييز بين الجناحين السياسي والعسكري سياسة خاطئة وبيقول جاسم محمد رئيس المركز الاوروبي لدراسات مكافحة الارهاب والاستخبارات ان الادانات في العديد من الدول الاوروبية بتشير لتورط حزب الله باستخدام الاراضي الاوروبية لتخزين بعض امداداته المجبوهة او غير الشرعية كالتخزين الغير القانوني لاطنان من نطرات الامونيوم اطنان من نطرات الامونيوم معرفش هي نفس المادة اللي حصلت فيها تفجير مرفق بيروت ولا لا الله اعلم شافك اسمها نطرات الامونيوم ولا الامونيا ويوضح في تصريح كمان سكاي نيوز بالعربية ان حزب الله بيستغل القرى الاوروبية كقعدة للعمليات والتجنيد وكواعد حزب الله في اوروبا هي ايضا جزء مركزي من شبكة التمويل العالمية الغير المشروعة وهذا يشمل نقل وتوزيع المخدرات غير المشروعة تجارة الاسلحة عملية غسيل الاموال المهنية اللي بتشمل غسيل الاموال للمنظمات من الواضح ان حزب الله متشعب في كتير جدا كذا حتة وبيشير محمد الى ان الاتحاد الاوروبي بيدرج الجناح العسكري الحزب الله على قوائم الارهاب بالفعل لكن هناك تحركات حثيثة في الوقت الحالي لادراجه على قوائم الارهاب بجناحيه العسكري والسياسي الوحيد او الدولة الوحيدة اللي ضد ان هما يدرجوا حزب الله بالجناح السياسي في الارهاب هي فرنسا وقال كده تعد فرنسا المعارض الابرز للتوصية الخاصة بادراج الحزب بجناحيه على قوائم الارهاب مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبا بيصنف حاليا الجناح العسكري الحزب الله على انه جماعة ارهابية وليس الجناح السياسي وقال صحيح ان حزب الله وفي الوقت نفسه احد اكبر الاحزاب في البرلمان اللبناني لكن الفصل بين جناحي الحزب السياسي والعسكري مهمة صعبة وربما غير صعبة وعلى اتحاد الاوروبي ان يضع مصلحة الشعب اللبناني اولا زمانتو شايفين الموضوع في حركات كبيرة جدا انه هما كمان يحطوا حزب الله بالاتجل اتنين ان كان العسكري او السياسي كمنظمة ارهابية وزمانتو شايفين كمان كان في خلية داخل الكويت وبالفعل نجح الامن الكويتي بانه يقبض عليهم كانوا بيعملوا تلات حاجات تخابر وغسيل اموال وايضا اضايا تخص امن الدولة زمانتو شايفين الموضوع مش سهل وكبير جدا وتأكيدا على الموضوع في موقع تاني اسمه العين الاخبارية بيقول بقى كمان هما كانوا بيعملوا ايه في الكويت تحديدا قلقى جهاز امن الدولة الكويتي القبضة على مجموعة متعاونة مع مليشيات حزب الله اللبنانية بتهم التجنيد الشباب للعمل في سوريا واليمن كمان حسب مصادر صحيفة السياسة الكويتية وبحسب مصادر الصحيفة في ان وزارة الداخلية تلقت تقرير امني من دولة شقيقة اعتقد انها السعودية افات بان المجموعة مكونة من اربع اشخاص احدهما ابن نائب سابق واخر شقيق نائب سابق ايضا وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجبرية في التمانينات ورابع يقار انه من كبار رجال العمل الخيري واشارت الى ان جهاز امن الدولة بيحقق مع الاربعة في عدد من التهم ايضا منها تبييد اموال لصالح حزب الله في الكويت اضافة لتمويل الشباب الكويت لتشجعهم على الاندواء تحت عباية حزب الله والمشاركة في اعماله الارهابية وتهريب المخدرات في سوريا وليليمن واشارت المصادر الى الانوزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي اجرى زيارة الى مبنى امن الدولة اليوم الاربع اللي فات للاطلاع التحريات واكدت المصادر ان المتهمين اقروا بجمع تورعات من المساجد من غير تصريح مسبق زي ما انت شايفين الموضوع جامد جدا وكبير ومش هين والحمد لله الامن الكويتي شغال زي ما قالت بالزبط ليلة عبداللطيف لما قالت ان هما هيحققوا انجاز كبير على الارض ومن خلاله هيحمل الكويت من اعمال ارهابية كبيرة او حتى ان هما يمنعوا اعمال ارهابية تحصل في اي دولة عربية شقيقة اخرى فالحمد لله على كده واتمنى ان كل الدولة العربية تشتغل على الموضوع الارهاب وتنظيم الارهاب وان هما يجمعوا الفلوس تشارى الاسلحة والمخدرات وغسيل الاموات حاجة يعني مش واحد مش عارف يقول ايه حاجة زفت انا بجد لو هما حزب الله يعني حزب الله اللبناني ليه بيعمل كده انا مش عارفة وهل في فعلا فرق ما بين الجناح السياسي والجناح العسكري زي ما هما بيقولوا في اوروبا بتقول احنا جناح سياسي ملناش دعوة بالحرب ولا الارهاب ولا الكلام ده وفي منهم طالع زي التنظيم وداعش والكلام ده هما دول المصنفين بانهم ارهاب فحاجة بجد صعبة جدا نتمنى بجد ان الدولة العربية تتكتف مع بعض ويبقوا ضد الارهاب وطبعا يغلبوا الموضوع على مصلحة لبنان لان لبنان دلوقتي في مشاكل يريد يعرفوا يساعدوها تطلع من الازمة الهارية ومن دمن توقعات ليل عبداللطيف اللي قالت في رأس السنة لدولة الكويت قالت ستقوم الكويت في المرحلة القادمة في بناء مطار جديد وضخم جدا وسيكون مجهز بأحدث المعدات العالمية وبهندسة مصير الإعجاب وستشهد الكويت محاربة واسعة للفساد تؤدي إلى حدوث تغيير كبير في الوجوه مع حملة اعتقال لعدد من الأشخاص البارزين وسنراهم يحاسبون وراء الكتبان خلاف على الحكم بيسيطر على الأجواء الكويتية لحد سام وده حصل الأيام اللي فاتت لما سمعنا عن استقالة الحكومة والأمير الكويتي قبل الاستقالة بسبب نزاع ما بينهم وبين مجلس النواب أو مجلس الأمة الكويتي صحة أمير الكويت بتتعرض لنقصة صحية طريقة في المستشفى وإلى العلاج الدخان الأسود يتصاعد من أحد الأبنية الحكومية في الكويت لحد سماه والحكومة الكويتية يطلعها التغيير والتجديد وأرى أمير الكويت بيحسم هذا الخلاف بالحكمة والوعي ويعيد الاستقرار إلى المصاري الفاعل في الكويت صوت خليجي واعي وواعد ينطلق من الكويت ويعيدنا إلى ذمن الكبر بكده نكون انتهينا من توقعات ليلة عبداللطيف لدولة الكويت لعام 2021 وشفنا الخبر بتاع الأبد على خلية الكويت أو خلية حزب الله اللبناني داخل الكويت شكراً لحضراتكم أتمنى الفيديو يكون عجبكم اهتجى رأيكم في الموضوع هل أنتو معتبرين حزب الله اللبناني حزب إرهابي ولا هو المقاومة شكراً وأشوفكم بخير في فيديو جديد على قناة مساء الأخبار ما تنسوش الاشتراك في القناة تفعيل الجرس وعملوا كمان لايك وشير للفيديو لو أعجبكم الفيديو شكراً وأشوفكم بخير إن شاء الله اشتركوا في القناة